السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل متابعين الأوفياء من داخل وخارج أرض الوطن أحبابي في الله الله يجعلوا عيد مبارك سعيد علينا وعليكم جميعا إخواني أخوتي في هذه الحلقة ستكلموا بخصوص الجديد في قضية مقتل زوج المغني يارين فكري ريدا فارس فمن بعد مرور ستين يوم دازت مدة شهرين ولم يتم العطور على الجوتة كاملة للمرحوم زوج المغني يارين فكري فمن بعد واحد الأبحاث اللي هي مطولة من طرف هاد المتطوعون هاد الشباب اللي كل نهار كيهبطوا في الواد كيغطسوا وكيقلبوا على أطراف الجوتة ديل هاد المرحوم ولكن بدون جدوى واليوم في العشية لقاوا الجوم جومة ديل المرحوم ريدا فارس واللي يلقى واحد هاد الجوم جومة ديل المرحوم ريدا فارس واحد السك اللي هو كبير عامر جبدو هاد الغطاسين اللي هم مشكورين من هاد المنبر جبدوه وحلوه وعينة السلطات المعنية عناصر من أمن مدينة الدار البيضاء اللي كيتولوا تحقيق في هاد القضية هدي عينوا هاد السك واخدوا البصامات اللي عليه ولي صراحة هاد خبر غير ريح العائلة ديل الضحية لانه ملي ما كتلقاش الجوتة ديل واحد فولادك او لما تلقاش واحد الجوتة ديل واحد الشخص اللي غادي تمشي تدفنه ديله اقبر تمشي تزوره ترحم عليه لموين كتتهن عليه ماشي بحال ما كيناش الجوتة راس عيبة بالخصوص على الوالدين ديل المرحوم فهدو شباب اللي ديل واحد العمل اللي هو جبار صراحة اللي كيتشكروا عليه متطوعين من جمعية الرحمة للغوص الاغاتي التطوعي غواص متطوع من خارج الجمعية يعني ما منخارطش في الجمعية ما عندوش علاقة بالجمعية متطوع تمكن من العطور على رأس يشتبه فيه كونها للضحية رضا فارس عمليات البحث على الجوتة استغرقات مدة 4 ايام ولي الحمد لله الغواص عمر المتطوع تمكن من الوصول لرأس بشري يعني رأس ديل بنادم واللي كان ديرينو في واحد الكيس بلاستيكي يعني ميكة كبيرة واللي كانت واحلة في وسط الواد ديل بورجريك فعمليات الغواص اخواني اخواتي بطبيعة الحال كانت بحضور عناصر من امن الدار البيضاء اللي كيتولو التحقيق في القضية وكان تواجد السيارة الاسعاف نشوفوا اخواني اخواتي لهذا الفيديو للتصريح ديل هات الشباب ورجع معكم شاهدين الكرام كلكم تباتوا معنا القضية التي اتارت درجاء لدى الرئيلا وهي اغتيال زوج الفنانار فكري القيد حياتي رحمة الله عليه ريد الفارس لما يزيد عن شهرين والاسرة ديلو كتقلب على الجوتة اطراف من الجوتة اليوم الحمد لله ولله الحمد بفضل هاد الفريق الشاب هاد شاب المتطوع بدر غطاس عمر اعتدر والشباب من الجمعية متطوعين قدر انه اول ما اختص يلقى رأس ديل ريدة رحمة الله عليه وجبد الرأس ديل جوتة اعطني التفاصيل عمر مهم الله لا اعلم اعجر لعائلة ديلو والله يرحمه أخواني ريدة وحبا كنا عرفوا اشتركوا لحظة المنساء والله عمرها وحبا كنا وحبا كنا وحبا كنا وحبا كنا وحبا كنا وحبا كنا اوفقني انني اللحي يلقى الراس ديلو صافي صافي اغتصت اه اه اغتصت الحمد لله ويجريد ديالي الاسرية واجه في الفم ديالو ودرت لي منيه باش نتأكد صافي شديت الجوم جوم ديالو من من جت الرأس صافي طلعت بيها وقلت ليه مجوم جوم ديالو صافي خرجت لبوليس طبعا بتزوجه درجال امن يجوا من مدينة الداربيضاء من مدينة الداربيضاء كانوا معانا مدينة الريباط كذلك مدينة الريباط كانوا معانا الدارك الملاكي ورأس المنطقة في غياب الوقاية المدنية؟ وقاية المدنية جاء ولكن لم نكن لوقاية المدنية كانت الرؤية شوية كالمام كحل ما يبالي مواله وخيط منيش بالتراس؟ منيش بالتراس أنا رقع ماشي في القاية حتى طلعت أنا حشد شي حاجة بحل شي كورا ولكن طلعت قريبا قربت نخرج عاد عرفت أنه الرأس حيث كانت الرؤية مواضحة نهائيا كانت هبطة ضلمة أتمنى من وجهه تحلل بقى شغل جوم جوم الله يرحمه الله يرحمه اليوم اغتستو قبل اغتستو وقلت لي يا صحيب كانت مهدية الكوران كانت هبطتنا لجيت الواد ما خللناش نبقى في البلاسة اللي في القينا فيها الراس المهم كان البحر الواد كان قاسح شوية تشيار مجد أصبحنا قابلي بانضو وأنتعي غتص الحر وأنتعي غتص الحر والحمد لله لا يمكنني أن نكونوا إيضا ونتمنى أم الله إن شاء الله حتى ثلث أيام تكادلوا ماريا وأنتعي بالتقلبي هل نأخذ الأخ حسين من مدينة القناة تراوض من فرق جمعية خطاصة متطوعين؟ الاسم المنصري حسين من مدينة القناة تراوض لفيلوت تنطوع جمعية الغوز الإغاث التطوعي نحن في أي غارق أو في أي حالة أول حاجة الناس اللي يصبرهم لدينا مجهودات وفارقنا بثلاثة أبينا نحن رابطنا بأيام ونحن نساء هذين ونحن نساء ونحن نساء هذين ونحن نساء وقت لن تتحدثهم لم يجبوا الله أنه أصبحنا مجهودات ومعارب عمر صبوة كان معي في الجنب دياري لقد رابطت بالقناة ونحن نساء فاصلة وكانت اعترها على الرأس وكانت رابطنا بأحد من الساك وكان يخبرنا بأحدث وتأخذوا من رجال أمن بعض العينات. بعض العينات دي القوارج ومشكور ان نزل دي السلطات اللي هم في صالحة تكافصوا معنا. تحية كبيرة طبعا للرجال الامن تربضاء ورجال الامن. نقدم ورئيس الدائرة ورئيس المجلس البلدي شو لكم حالين. شكرا لكم انتوما جيسوا متطوعين. احنا رات نجيو في في اي حال احنا واجدين في هدارية جمعية تطوع رجل المدنة القناة عراق. بقصد زبيل اللي معي والاخوة اللي معي جمعية. قلت لي ما زال غات مش و تشوفوا الشباب اللي غرقوا. مشينا الباة. كنا الباة في عين المكان كنا نفس في سلاك. أنا و الاخر اسمي وهذا شو هو. عمر. عمر. و الزبيل كنا نحنا ياق وخما عايت وشنا نحنا مشينا عين المكان. وفي طوعين. وفي طوعين. وفي طوعين. وفي طوعين. وقنا البون بياة تماق كان في عين المكان. هذا نعم. عمد حواب بنا. بشي صفاء الماء قد نجيو نغطس وتماء. اه 20% باش نلقاوه. لماذا؟ لان تماء كان تيار. ما كيش براسل في نغييها. ماشي بحال الواد. عندك الواد والسد والمجاق. كنا خدمة طوق ديال الخدمة اخر. حكم الخبار ديال احنا باقي ان شاء الله مو العيد قد نجيو عندنا واحد اليومين. قد نجيب واحد ايلات اللي قد نحيدوا ذاك الفاس ديال الغيس. باش يبقوا علاق سيبق blev ل våقيل. لان شاء الله سنجيو عند خدموموا بالقاعة و فنجيب والعمائية الثمشاة. شكتكان ان شاء الله بلاshop. خاصة انها تarios بعمل حالكمها. لنتمنا attrave وا بالقاعة ديال الغين في حالكم اواق ambelut والبيلات هذه ثم اضم وبتم sướng الوريل لفظام اخذ هذهor أصباد الجهود زادت كبات ومعدي ما يتسألون تبارك الله علي تبارك الله علي والإخوان الذين كانوا هنا شكرا لهم جميعا شكرا لهم جميعا وتحية الإخوان نحن وجدون جمعية الغوث إغاثي التطوعي في مدينة القونة طياق نحن وجدون فلاورا ودلافيلوت الاسم حوسين هذا هو ديبلومات الغطس ديبلومات السكوريزم لدي ديبلومات المددية مددية سوى عشرين عام ونتابع الوقاية المدنية شكرا لبوس عيدة وميلود من هذا المرض والحمد لله شكرا لعائلة الأزاني بخصوص الماتشي التي تدعمني بدفع الخير وهذا هو واجب وطني لجميع المغابل وتحية أي غطاس في أي جمعية التي يجيب أن تفضلوا لديهم قلب كبير لكي تأزاد الناس وتتوسعهم ومشي السهلاق والحمد لله شكرا لك هذه نجدة شكر لك عمر تبارك الله عليك وهذه نتواجده معكم يومين بعد العير ونتمنى كمار بيجاب الفضل على يديك وكثير راس تلقى باقي الأطرام الحمد لله شهيد تبارك الله عليك 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 تبارك الله عليك